بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء باسمكم بحب اقول انه نسمع تهديدات اسرائيلية بضم بعض المناطق من اراضي الضفة الغربية هذا التهديد يجب ان يدعو دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين الى اخذ اجراء احترازي والاعتراف دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفي سياك اخر لازلنا نرفض الخصومات الاسرائيلية من المقاصة لانها غير قانونية وهدفها ادانة اولادنا واخواننا في سجون الاحتلال ونحن نرفض ذلك لاسباب سياسية وقانونية ونحن نرفض مبدأ الخصم من اموالنا وندعو الدول الاوروبية والبنك الدولي لارسال فريق لتدقيق الخصومات من اموالنا لاننا نعتقد ان معظم الخصومات جائرة وجميعها غير مدقكة وتتم بدون اي شفافية تذكر وبتوجيه من الرئيس سوف ندخل الى قطاع غزة من خلال الهلال الاحمر الفلسطيني خمسة وعشرين الف دبيحة تبرع بها البنك الاسلامي في جد لمساعدة الفقراء من اهلنا في القطاع ويحيي المجلس الموظفين على صمودهم مرة اخرى وندعو الجميع الى احياء ذكرى نكبة فلسطين وتحويل يوم الاربعاء القادم الى يوم تعليمي عن فلسطين وتاريخها وتدين الحكومة الفلسطينية الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في ايام الشهر الرمضان الكريم وكذلك تدين تهجير جيش الاحتلال للعائلات الامنة في بيوتهم في منطقة الاغوار الفلسطينية بحجة اجراء تدريبات عسكرية في المنطقة وكذلك تستنكر احتجاز الصحفيين الذين غطوا الحدث وخلال الايام القادمة سوف تحل ازمة كهرباء مدين منطقة نابلس والخليل وطول كرم وسوف يتم تشغيل المحطات المغذية لتلك المناطق يحيي مجلس الوزراء الاجهزة الامنية على جهدها في الحفاظ على النظام العام وصون اعراض واملاك المواطنين وحرياتهم وسوف نحتكم الى القانون في التعاطي مع المخالفين والمتجاوزين ويدين المجلس باقصى الكلام الاعتداء الاجرامي على فتاة قاصر في منطقة الخليل ويطالب القضاء ايقاع اقصى عقوبة بحق المجرمين يحيي المجلس التجار على انضباطهم في الحفاظ على الاسعار وعدم استغلال الشهر الفضيل بقصد المبالغة في الربح ويحيي روح التضامن الاجتماعي التي تسود هذا الشهر الفضيل ويشكر القطاع الخاص على التزامه بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المواطنين شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر